اشتركوا في القناة ونبيت المسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم معربا عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك وليل عهد حفظه الله بتخصيص اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لمناقشة برنامج الحكومة 2023-2026 حيث استعرض المجلس البرنامج ومرتكزاته التي تستهدف مواصلة التقدم والتطوير بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كما بحث المجلس المحاورة والسياسات والأهداف التي يتضمنها برنامج الحكومة والتي تم وضعها بما يتوافق مع ما جاء في كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وخطاب جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب ويهدف برنامج الحكومة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى معايير الجودة في جميع مسارات العمل بروح الفريق الواحد فريق البحري وعبر مواصلة أفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث رعي في إعداد البرنامج متطلبات المرحلة المقبلة والتكيف مع متغيراتها ومخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية في العمل الحكومي وبما يتماشى مع توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويتضمن برنامج الحكومة ثلاث أولويات وعشرة أهداف وخمسة محاور رئيسية حيث تضمنت الأولويات أولوية الأمن والاستقرار والعدالة وأولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة وأولوية الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية وبعد أن تدرس المجلس كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج الحكومة فقد وافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس النواب حيث كلف صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات والجهات الحكومية على عملها بروح الفريق الواحد لإعداد هذا البرنامج الذي سيعزز مواصلة عمليات التطوير في العمل الحكومي بما ينعكس على مستوى وجودة مخرجاته وبالأخص ما يتعلق بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن مؤكدا سموه أن مسيرة التطوير في العمل الحكومي مستمرة وفق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لافتا إلى الحرص على مواصلة المساعي التي ترتكز عليها منطلقات التطوير بجهاز حكومي متفاعل مع متطلبات خدمة أبناء الوطن ومبادرة لتبني كل ما من شأنه تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحويل التحديات إلى فرص نجاح ونمو لصالح الجميع مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة تعزيز أفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم عملهما التكاملي نحو مزيد من الإنجاز في مسيرة البناء والتنمية لصالح الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر